وصول قشص عيد ونبيل القروي لبلاصلولة والثانية في الانتخابات الرئاسية أثبت حاجة على قليلة نجم تكسب الشهرة وحب الجماهير بالمينموم وبحاجات بسيطة يعني تنجم تكون أكثر عبد محبوب في الكورة الأرضية مش على فعالك وفكارك اللي بيش تنقذ إنسانية من نهاية العالم وإن ما على لبس تكليوريجينال ولا كلمة قلتها ولا الأسطورة إيجابية تفشيت في صالحك العباد ما تثبتش وتبخل بيش تركز في موضوع ولا تسكر على رواحها في بيت وتخمم خمسة دقائق في قراراتها العباد تاخو قراراتها بشكل لاوعي والشي هذا يعرفوه خاصة نجمعة الإشهار والماركتينج في كل متين الوعي يتطلب برشة مجهود ذاني من الإنسان ويقول لك 90% من النشاط الذاني يقوم به اللاوعي 10% برك هي نسبة القرارات اللي يخوى الإنسان بشكل واعي في حياته ما هوش موضوعنا القروي توا والوصولية متاعه وتصرفاته المافيوزية يهمني نحكي على قايسة سعيد أنا حسب رأي من أهم الحاجات للعب الدور حاسب في خيار الناخبين للقايسة سعيد هو عامل اللغة قلتها ونعاودها قايسة سعيد كان جاك يلعباد الكل راو ما يعرفو حد راس ماله اللغة العربية اللي يستعملها مش أهم الناس أنه نزيه ومثقف ما حبيناش نفهمه اللي في تونس فمه أزمة لغة ولي العامل اللغوي يلعب برشة أدوار اجتماعية وبسيكولوجية وسياسية زادة اللي الشعب التوسي مقسوم جرسو مدوع لاثنين جماعة عرب وفونيين وجماعة فرانكو فونيين أغلبية الشعب عرب وفوني ولا خلينا نقوله يحب العرب وفوني وأغلبية السياسيين والإعلاميين وأشباه المثقين فرانكو فونيين العربي مرتبط في مخاخ العباد بالهوية العربية والإسلام وبنوع من الأصالة والعفة ويبعث في المخيلة الجماعية لماضي ذهبي مفقود الفرنساوي يبعث للبرجوازية والحاداثيين ولنكرين في جذورهم ومعادين للأصول العادات والتقاليد في حالات الفرانكو فوني يمثل في المخيلة الجماعية الآخر دوق الشعب بش يقول للسياسيين والإعلاميين والمثقفين بدوره راكم ما تمثلوا نيش اختار العربي وعاقب الفرنساوي بيت القصيد انتخاب قيس سعيد هو في جانب كبير منه انتخاب الذات وأقصاء الآخر وأنا حسب رأي هذه حاجة باية في مسير التونس نحو رد الاعتبار للغة التونسية بعد خمس سنين من حكم قيس سعيد اللي ضده وخاصة اللي فوتوله بش يشوفوا على عينيهم بروتوتيب متاع التونسي اللي يماشي في باله لغة عربية بش يغزروا لومليح ويغزروا لرواحهم ويفهموا اللي الشاي ما قابلش بعضه اللي استخيلناه التجسيد متاع ذاتنا طلع ما يشبهلناش اللي نستخيلوا يمثلني في أعماقي طلع ما يحكيش كيف وقتها نفيقوا لي احنا ما نحكيوش عربي ووقتها الأول مرة بش يسئلوا ويخيش بيك تحكي هكي سؤال في مخاخ العبد الكل أما ما تجرؤوش يطرحو عليه خاطر يشوفوا رواحهم كان عطاء ربي راهم يحكيو كيف وقتها نفيقوا لي احنا نحكيو تونسي ووقتها تقعد العركة الكبيرة في أنك تقنع التونسي أنه عنده لغة كي العبد الكل وأنها ما هيش أقل قيمة من العربي والفرنساوي ونعاودها مع كل احترامي ليه كشخص والآراء اشتركوا في القناة